عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزراء وأكد مدبولي اهتمام الدولة بقطاع الصناعة وبدل مختلف الجهود التي من شأنها النهوض بهذا القطاع الحيوية الذي يسهم في تحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى المعدلات الاقتصادية المرجوة مشيراً في هذا الشأن إلى دور شركات الإنتاج الحربي في توطين العديد من الصناعات ودعم جهود التصنيع المحلية في العديد من القطاعات